أطلقت الأمم المتحدة نداء عاجلا للحصول على 71.4 مليون دولار أمريكي من أجل دعم ضحايا الإعصار دانيال في ليبيا لتقديمها ل250 ألف شخص خلال الأشهر الثلاثة المقبلة وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق شؤون الإنسانية أن المنصقة المقيمة ومنصقة شؤون الإنسانية في ليبيا جورجيت جانون تقود جهود الاستجابة التي تبدلها الأمم المتحدة مشيرا إلى أنه تم إنشاء مركز تنسيق في بنغاذي كما أنه لا تزال التقييمات جارية ويقدر مكتب تنسيق شؤون الإنسانية أن أكثر من 880 ألف شخص يعيشون في المناطق المتضررة بشكل مباشر من العصفة والفيضانات المفاجئة